في بيان مشترك أكدت وكالة الاستخبارات الخارجية الأمريكية والبريطانية مواصلة العمل دون كلل من أجل وقف إطلاق النار في غزة بحسب البيان الذي نشرتها صحيفة فينانشل تايمز البريطانية قال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنس ونظيره البريطاني ريتشارد مور إن الجهازين استغلا قنواتهما للضغط بقوة لضبط النفس وخفض التصعيد في الشرق الأوسط أضاف بيرنس ومور أنه ما يعملان على التوصل إلى هدنة في غزة يمكن أن توقف الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين وتسمح لحركة حماس بإطلاق صراح الرهائن ميدانيا يستمر تصعيد الإسرائيلي في غزة وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي استادف مدرسة حليم السعودية في جباليا التي تؤوي نازحين الجيش الإسرائيلي في بان الله برر العملية بأنها استهداف لعناصر من حركة حماس داخل المجمع كما قتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استادفت ممنى سكني في مخيم أنصيرات في وسط غزة أفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد المصابين في القصف المدفعي على مشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة إلى 33 مصابا وللعام الثاني على التوالي يغيب أطفال غزة من مقاعد الدراسة وسط أوضاع مأساوية في المخيمات وأماكن النزوح داخل القطاع الواحد اللي قدنا زي هيك بيقرأ في الدول تانية بيقرأ بتعلم إحنا لأ إحنا بنشتغل بنشتغل إشي فوق طاقتنا يعني بنقدرش إلى هذا العمل غصبا عنه بنشتغله عشان نجيب يعني لقمة لإيش عنده غضروف مصاب حربة في 2017 يعني مصاب حربة عنده غضروف بقدرش أشتغل إحنا لفبنطرة أشغلهم الصغار وعلى عناية يعني لبعيط عليهم أنا بشوفهم ديهم كلهم مزعات الليل بناموش بظل الليل من التعب والشقب بنامو من المغرب بنامو بنامو برتمو على الفراس زي الميتة الواعد فيهم من التعب والشقب ومران مران بعدين ناكي عمو مدان ما يكون تفكيره في تعليم وفي جرايته وإيش بديه يكو الله من يكبر إيش بديه يصير صار أنه وعلى جاء التكية يوفر آكل لعيلته يعب جنية مية اتهم محاقق أممي إسرائيل بتنفيذ حملة تجويع ضد الفلسطينيين في غزة منذ ثاني أيام الحرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فاخري أكد أن الفلسطينيين شكلوا بحلول ديسمبر الماضي 80% من سكان العالم الذين يعانون الجوع الكارثي واصفا ذلك بسابقة رئيس الحكومة الإسرائيلية مجاتي نفى ما وصفه بكذب واضح والدعاءات من دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا مرسل الحدث أسامة الكحلوت أسامة أهلنا بك إذن التصعيد ما زال مستمر في قطاع غزة آخره كان قصف إسرائيل لمدرسة في جباليا تأوي نازحين ما التفاصيل لديك؟ نعم في منطقة مدينة غزة وشمال قطاع غزة ما يقارب من ربع مليون فلسطيني لم ينزحوا باتجاه منطقة جنوب قطاع غزة صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيل استهدف خيمة للعائلات النازحة موجودة داخل مدرسة حليم السعبية في منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة في هذا الاستهداف سقط أربع ضحايا وعدد كبير من إصابات نقلوا إلى مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة بالإمكان الحديث على أن غالبية الإصابات التي يتم نقلها إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة تصل إلى مرحلة مميتة لعدم وصول أو قدرة طواقم الطبية على إنقاذ حياة عدد كبير من المصابين خاصة إذا ما كانت إصابته سواء متوسطة أو خطيرة في ظل النقص الأدوية على علاج مستلزمات الطبية كوادر طبية كل هذه تنقص على المستشفيات في مناطق شمال قطاع غزة الجيش الإسرائيلي على مدار الأيام الثلاثة الماضية استهدف أكثر من خمسة خيام موجودة في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة والتي كان آخرها في مدرسة حليمة الزعبية في شمال قطاع يوم أمس الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة للعائلات النازحة أيضا داخل مستشفى شهدها الأقصى أدى هذا لسقوط خمس ضحايا وعدد كبير من إصابات وتدمير عدد كبير أيضا من الخيام الموجودة داخل مستشفى شهدها الأقصى وكذلك الحال قبل يومين استهدف ثلاثة خيام للعائلات النازحة في منطقة خنون جنوب قطاع غزة نتحدث عن ضربات مركزة جيش الإسرائيلي يستهدف العائلات النازحة ويقتل من هم داخل خيام بشكل مركز جدا تحت الدعاء أنهم مطلوبين للجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي متواصل في ضرباته على منطقة في ظل هذا التصعيد أسامة والذي تعطينا تفاصيله كيف تجري عملية التطعيم التي من المفترض أنها بدأت في مرحلتها الثانية نعم على مدار ما يقارب من خمسة أيام متواصلة من تطعيم الأطفال سواء كان في منطقة دير بلح وانتهاء هذه الحملة وامتدت للمرحلة الثانية باتجاه مدينة خان يونس نتحدث عن تطعيم أكثر من ربع مليون فلسطيني الآن حتى هذه اللحظة في الحملة الأولى والثانية والمستمرة حتى هذه اللحظة في يومها الثالث في مدينة خان يونس غدا سيكون آخر يوم تطعيم في مدينة خان يونس وسيتم نقل الطواقم الطبية والتلقيحات والتطعيمات إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة في المرحلة الثالثة قبل قليل وزارة الصحة أعلنت عن استكمال عملية تطعيم الأطفال هنا في منطقة وسط قطاع غزة من خلال نشر الطواقم الطبية من جديد من أجل إتاحة المجال لمن لم يحصل على التطعيمات والتلقيحات والتحصينات لأطفاله بالحصول عليها من مراكز طبية رسمية معروفة في منطقة ديربلح ومنطقة مخيم النصرات على التحديد وبالتالي سيكون هناك استكمال لهذه العملية وتطعيم كل الأطفال وصولا إلى الهدف الموجود وهو تطعيم ما يقارب من نصف مليون طفل فلسطيني منهم دون سن العاشرة في شمال القطاع وفي مناطق جنوب القطاع ونقى في معاناة الأطفال معك أسامة وأيضا العام الدراسي بدأ لكن هو العام الثاني على التوالي الذي ربما لا يستطيع الأطفال من تبقى منهم على قيد الحياة الذهاب إلى أي مدارس نظرا لقصف إسرائيل لهذه المدارس ولكن هل يحصلون على أي نوع بأي شكل على التعليم في قطاع غزة يعني للعام الثاني على التوالي سيحرم أطفال قطاع غزة ما يقارب أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني حرموا الآن من المراحل التعليمية والالتحاق في المدارس لأن غالبية أو كل المدارس الموجودة في مناطق شمال وجنوب القطاع تحولت إلى مراكز إيواء بالإضافة إلى أن هذه العائلات التي لجأت إلى هذه المدارس استخدمت المقاعد الدراسية كوقود من أجل طهي الطعام لأطفالهم داخل مراكز الإيواء بالإضافة إلى أن غالبية مدارس هنا في مناطق جنوب القطاع تحديدا في المناطق الشرقية تم تدميرها بشكل كامل بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل والمركز على مراكز الإيواء في مراكز شمال وجنوب قطاع غزة تحديدا في المناطق الشرقية والقريبة من مناطق السياجة الفاصل غادر غالبية السكان من هذه المناطق ولكن عادت هذه العائلات النازحة إلى هذه المدارس لعدم وجود متسع لها في مناطق غرب المنطقة الوسطى أو غرب منطقة المواصف وبالتالي تم استخدام كل هذه المدارس كمراكز إيواء بالإضافة إلى أن هناك فقط مبادرات شخصية من بعض المؤسسات ومن بعض الأفراد يقوم بصناعة خيمة داخل كل مركز إيواء من أجل استكمال عملية التعليم للأطفال المتواجدين داخل مراكز الإيواء فقط من أجل الاستذكار ومحاورة تذكير الطلاب بالمناهج الدراسية فقط ليس بهدف استكمال مراحل تعليمية رسمية شكرا جزيلا من دري البلح وسقطع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت شكرا جزيلا لك من لندن ينضم إلينا المحلل العسكري والأمني البريطاني روبرت فوكس أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث بيان أمريكي بريطاني مشترك وصف بأنه نادر لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنس وأيضا رئيس المخابرات البريطانية ريتشارب مورد يتحدث عن أن هناك مجهود للضغط من أجل ضبط النفس وخفض التصعيد كيف يمكن أن تعمل أجهزة الاستخبارات سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية على ضبط النفس ووقف التصعيد الحاصل في غزة هذا البيان مثير جدا الاهتمام كما ذكرتم وهو أمر غير طبيعي ولكنه يخص المعلومات وحملات المعلومات المضللة وهذا يجيب عن السؤال لأنهما قلقاني جدا إذا ما قرأنا النص يتحدثان على وضاعه في أوكرانيا والتهديد من الحملات الإعلامية المدعومة من روسيا وكذلك الصين ولكن خاصة في أزمة غزة بل لا أقول فقط أزمة لأن المخابرات الأمريكية والبرطانية قلقون جدا من أوضاع المتردية في الضفة الغربية وهو يقول أنهم يغذون المعلومات السيئة ويجب أن تفوق عليهم المعلومات الجيدة وهنا أجده هي مناشدة هذه المقالة أو هذا البيان هذه المناشدة سيد فوكس لمن تقدم من المفترض أنه مثلا الجانب السياسي أو الجانب العسكري في كل بلد بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية هما من يعملان على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وضبط النفس ولكن أن يتحدث عن ذلك الجهة الاستخباراتية ما الذي يعنيه؟ أولا أنا أتفق معك بالرأي فأنا أشعر بعنصر الانزعاج الشديد داخل هذا البيان لماذا الآن؟ لأنهم يقولان لرؤساء الدول والأطراف المتنازعة حماسه الحكومة الإسرائيلية وجيش إسرائيلي ولكن خاصة الحكومة الإسرائيلية ولشكل خاص بيل بيرنز هو كان مفاوضا وهم بلا شك قلقون جدا من ما نجده مرارا وتكرارا حول المفاوضات لا يوجد تفاعل بينها ما فقط يبدو الخلافات الشديدة هذا ما وجدته في هذا البيان خاصة مع كل المعلومات والخطابات والبروباغاندا هم يخشون بأن الأمور ستزداد سواء قبل أن تتحسن ولكن هذا مثيرهم لا يذكرون إسرائيل ولا مرة ولا يذكرون نتنياهم ولا يذكرون حملاتهم الإعلامية هذا ما أجده مثيرا للاهتمام يجب أن أقول بأنني أقول بأن هذا انتقاد الصامت قوي جدا حينما يتحدث الجانب الاستخباراتي دعنا هنا نتحدث عن بريطانيا الجانب الاستخباراتي في بريطانيا وعن ضرورة ضبط النفس ووقف إطلاق النار كيف تلتقط الجانب السياسي وأي مستشارين أمنيين وعسكريين هذا الخيط أنت محقق نحن نتحدث عن أكبر المستشارين العسكريين والأمنين ولكن في رجل الاهتمام أنهم عبروا عن ذلك علنا خاصة في بريطانيا أعرف أن أمور قد حصل على الموافقة من وزارة الخارجية لأن المخابرات تتعمل لصالح الوزارة الخارجية ورئيس الوزراء فهناك نوع من التنسيق الجاري هنا بالتالي أعتقد بأنهم قلقون من درجة التعقيد أو لحاملات الإعلامية هنا الكثير من العبارات الهامة البيان قصير ولكن من بين أهم الأشياء التي التقطتها من المقال هو أنهم يقولون الأزمات ليست متتابعة لا تأتي واحدة بعد الأخرى وكلها بدأت تجتمع هذه جزء من الصورة الكبيرة هذه رسالة التي يحاولون إيصالها وبلا شك لشرها في الصحف هذه رسالة يريدون إيصالها إلى الجمهور أو إلى العامة الذي سواء في بريطانيا أو أمريكا متشكك جدا هو دفع ضد اليمين المتطرف في ألمانيا الذي يقول لا يهم ألمانيا لألمانيا كما يقول ترامب نجعل أمريكا عظيمة أخرى لا يهمهم أوكرانيا فقط نهتم بشؤوننا وهذا هي جزء من حملة معلومات خاصة عبر الفينانشل تامز صحيفة عالمية وتطبع في أربع مناطق أوقات عالمية أي لكل العالم فالمهمة جدا خاصة مع المحابرة الأمريكية التي اختارت الفينانشل تامز لنشر نفس المقال صحيح وكن سأسألك لماذا فينانشل تامز ولماذا بيان عبر الاستخبارات البريطانية ألا يوجد لدى بريطانيا إذا كان لديها الرغبة في المساعدة في وقف إطلاق النار والوصول إلى التهديئة والضغط من أجل ذلك طرق أخرى غير البيانات وعبر الاستخبارات البريطانية أجل بكني تأكيد أنت محقة تماما لديهم القنوات وصبل الأخرى وأعتقد بأن ما يحاول تعبر عنها أن هذه هي لسائل النجاحة إلى حد معين ولكن الأمر غير الواضح إلى الآن وإذا ما قرأنا بين الأسطر في هذا البيان فقد أوضحوا مدى مشاركة بريطانيا نعرف أمريكا قريبة جدا نشارك المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل لديهم مركز معلومات وهو مركز في بريطانيا مركز مشترك ولكنهم يقفون خلف أبل بيرنز وهنا ريشارد مور علاقته قوية جدا معه وبالتالي يقول يجب أن نحقق ذلك وقد فسروا جزء من افتتاحية المقال هو القول بأننا الآن نستغل المعلومات بانتقاء ونفصح المعلومات السرية لمساعدة في دفع هذه القضية إلى الأمام وتستخدم المثال أوكرانيا ولكن الأمر مثير لاهتمام هو أن حرب المعلومات التي نشهدها في الشرق الأوسط والأمر الغريب هو أنهم خبراء في المراقبة وغير ذلك وتخيرون بجهودهم لحصل المعلومات ولكن مشكلة هي مدى سوء إسرائيل في تقليل معلوماتي إلى العالم هناك الكثيرون في السابق من كانوا يدعمون إسرائيل في بريطانيا وأمريكا منهم أصبحوا قلقين جدا من هذه الحرب الأزلية والوضع العدائي والتي تشابه أنا سابقا كتبت عن ذلك تشبه ما قام به فلاديمار بوتين يقول أنا أبقى في السلطة لأن الحرب تبقيني في السلطة وهذا ما يقلقش خاصة مثل مور وبيرنز كثيرا شكرا جزيلا المحلل العسكري والأمني البريطاني روبرت فوكس كنت معنا من لندن شكرا جزيلا